طيب قرى الريف المصري برنمج حياة كريمة بالتحديد اللي نتكلم عليه أول مبادرة الكبيرة والرائعة طيب المراحل بتاعتها يعني احنا عندنا مرحلة تمهيدية هنقول ايه هنطور القرى الأكثر فقرا ايه كمان في يناير قلنا هنعمل اطلاق المبادرة ده كان في يناير 2019 375 قرية وتم استهداف تنفيذ تدخلات بيها في 14 محافظة كانوا متوزعين في 14 محافظة استفاد من المبادرة بتاعت حياة كريمة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها 4.5 مليون بني آدم احنا عندنا بقى مستهدفات احنا رايحين لحد فيه احنا رايحين لحد 58 مليون طيب صرفنا 13 مليون ما تم انفاق 13 مليار انا اسف 13 مليار جنيه اجمالي اللي تم انفاقه في هذه المرحلة اللي هم 375 قرية نفذنا 100% من 375 قرية على نطاق 14 محافظة اتصرف فيها 13 مليون طيب ايه المستهدف من حياة كريمة؟ كل الريف المصري اطوره كله على بعضه التمانية وخمسين مليون او الستين مليون بني آدم طيب ففي 21 اطلقنا المشروع القومي بقى لتطوير الريف بالكامل احنا في 19 قلنا هنعمل ما نطلق عليك دي يقولك النموذج الاولي بروتو تايب اعملها في قرية لا اعملتها في 375 قرية اعملها بحاجة بلاش كده لا دانا صرفت عليها 13 مليار جنيه انا بستهدف كم قرية بستهدف 4584 قرية غير توابعهم توابعهم تقريبا 32 ألف تابع اللي هي بقى النجوع والكفور والعزب يعني مش القرية وبس ده القرية بتوابعها موجودين في كم مركز كم مدينة 172 التكلفة يدلنا ويدلكم الصحة والقدرة من عند ربنا واحد تريليون جنيه فلما يجي حد يطلع عند العل بتاعت الاخوان دي عرقش فلوس مصر بتروح فين اهي تريليون جنيه عشان حياة كريمة بس بس لا بنقول بقى تأمين صحي ولا بنقول تأمين اجتماعي ولا بنقول معاشات ولا بنقول تموين ولا بنقول دعم خبز ولا بنقول حياة كريمة ده تريليون بس كده علشان حياة كريمة المرحلة الاولى 21-22 دخلت على 52 مركز طيب 22-23 ستين مركز طيب 23-24 بإذن الله سبحانه وتعالى ستين مركز ونبقى خلصنا مش بس كده ما عايزك تركز في حاجة بقى كان قالها الرئيس قال ايه احنا بعد ما نخلص كل ده لازم نبقى عاملين حسابنا على المتابعة والصيانة احنا مش هنبقى بنعمل كل ده ونسيبه في الاخر خلص بعد كده لا يتابع ولا يصان احنا هنتابعه ونفضل طول الوقت انتابعه ونشتغل عليه بحيث انه ما يعديش عليه سنة في التانية في الخامسة ولا العشرة ويبوز تاني لا احنا بحيث انتابعه